وزير شؤون اللجوء والهجرة في اليونان يانيس موزالاس تحدث لإيفي كوتسوكوستام نيرو نيوز عن الموقف النمسوي المتشد اتجاه اليونان خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خطة الاتحاد الأوروبي وافقت عليها النمسا هذه الخطة كانت تقضي بتوزيع اللاجئين لا بإغفال الحدود وكانت أيضا تقضي بعدم إقامة أي سياج حدودي بل بتسجيل اللاجئين الخطة كانت واضحة ولم تطبق هذه الخطة خطة الاتحاد الأوروبي لم تطبق لأن دولا أعضاء من ضمنها النمسا بدل أن تعمل على تطبيق خطة الاتحاد الأوروبي تقوقعت هذه الدول في نطاق مساحة حدودها قلنا لمرات عديدة أن بعض الدول تتصرف منفردة النمسا بلد صديق يقوم الآن بعمل عدواني لكن لا نصف العمل بالعدواني لكن نقول بكل وضوح أن تصرف النمساوي مؤلم لبلادنا ولأوروبا هل حصلتم على أي تعهدات بإعادة النظر بالتدابير التي اتخذت؟ لم نحصل على تعهدات الدولة اليونانية لم تطلب أيضا أي تتعهدات قلنا أننا نطالب بتنفيذ المقررات الأوروبية التي اتخذت في القمة الأوروبية السابقة نحن نقوم بواجبنا ونطالب بالتعادد لقد حصلت تعهدات شفاهية في القمة الأوروبية الأخيرة كيف ستتصرف اليوم الحكومة اليونانية في ظل الأوضاع المعقد الرهنة؟ لم نتخذ قرارا بعد لكن الدولة اليونانية ما زالت تؤمن بأن أوروبا الموحدة يجب أن تستمر التزمنا بالمشروع الأوروبي خلال القمة الماضية كما دائما هناك وعود كثيرة أطلقة صدقنا تلك الوعود قد نلجأ الآن إلى بعض التدابير الخاصة بنا لا لأننا نريدو تخاذ هذه التدابير لكن لأنه ليس لدينا أيضا حيارين آخر Όχι επειδή το θέλουμε αλλά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς Υπουργέ ευχαριστούμε πολύ και εγώ σας ευχαριστώ πολύ